أول ما بنيجي نتكلم عن الإشعاع والطاقة النووية على طول كل اللي بيجي في دماغنا الصورة الزهنية المغلوطة عن الاستخدامات غير السلمية لكن الحقيقة في مجالات كتيرة جدا بتستفيد من الاستخدام السلمي للإشعاع خاصة في مجالات زي الطب والصناعة والزرعة وخلال الأيام اللي فات تم عقد المنتدى العلمي العربي لعلماء الإشعاع وشارك فيه تسع دول خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن المنتدى والأبحاث كمان اللي تمت مناقشتها فيه من نائب رئيس المنتدى الدكتورة هداية الله سالم صبع الخير عليك يا دكتور صبع الخير أستاذ محمد أهلا بحضرتك يا أهلا بحضرتك قبل ما نتكلم عن هذا المنتدى ومستقبل هذه الطاقة واستخدامات مصر من الإشعاع فيه مجالات كتيرة عايزين نعرف ونعرف السادة المشاهدين أكتر عن المنتدى وعن الدول التسعة المشاركة فيها هو حضرتك فكرة المنتدى هي يعني أجبت كعمل تطوعي والحقيقة هو دوت يعني مش أول مرة بنعمل عمل تطوعي وبنأسس حاجة يعني اللي حس نعمل فيها نشر لثقافة الاستخدام تقنيات التكنولوجيا الإشعاع والعلوم النووية أنا مؤسس لجمعية المصرية للعلوم الإشعاعية من عام 2008 وديت جمعية أهلية والحمد لله عملنا شغل كتير كويس وهي بس كان يعني بنفكر أكتر في أن إحنا إزاي نجمع العلماء ومحترفي الإشعاع الناس اللي عندها كفاءات والناس اللي عندها اتعلمت في الخارج إزاي نجمعهم بحيث أن إحنا نعظم الاستفادة من خبراتهم وعلمهم في تعليم بقى نشأ جديد وعمل برامج تدريبية وعمل ورش عمل وإزاي نعرف المجتمع سواء في مطر أو في الدول العربية الأخرى بأهمية الاستفادة من التقنيات العلمية المتعلقة بالعلوم والتقنات النووية والإشعاعية طبعا في التطبيقات البحثية زي الطبية والصناعية التعليم والأمن والأمن النووي وإزاي نطلع برضو كوادر عندها كفاءة بحيث أنها لما تدخل في التدرج ووظيفي يبقى عندها فكرة جيدة عن الاستخدامات ديات ونعزز الاستخدامات ديات ونزيد من نشر الوعي باستخدامها الدكتور هداية يعني الطاقة النووية أول ما بنسمعها بيجي في بالنا حاجة سلبية شوية مع أن الطاقة النووية العالم كله دلوقتي بيفكر يحل محل أي طاقة تانية موجودة دلوقتي الجهود البحثية المصرية بقى في مجال الإشعاع والطاقة النووية إيه هي يا حبيين حريك تعرفين عنها حضرتك زي ما قلت فعلا في ناس كتير تسمع موضوع إشعاع أو علوم نووية بتاخدوا بطريقة يعني تخاوف أو بطريقة سلبية لكن بالعكس هو حضرتك تقدم الدول العربية دلوقتي تقدم أي دولة هي بمدى استفادتها من التقنيات العلمية والنووية حضرتك أنا بشتغل طبعا وليا الشرف أن أنا بنتمي لهيئة عظيمة زي هاية الطاقة الزرية المصرية وهي هي من أول الهيئات لأسفة العالم والبطن العربي إحنا عندنا جميع المجالات اللي بنشتغل فيها البحثية وطبقية كتير والحيئة في المجالات سواء طب زراعة الهندفة النووية الأمان والأمن النووي والأمن المفاعلات والحمد لله يعني عندنا باع طويل فيها وعندنا كمان يعني بحوث كتير بتتطبق ويمكن حيك سمعتي سعادة الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة دكتور عمر الحاج وإنتاج طفرات عديدة من الأمح اللي هي بتزيد النسبة للإنتاج بنسبة 33% دي نقطة مهمة جدا يا دكتورة كنا حبين وضحها أكثر للناس تأثير هذه الطاقة يا فندم على الصناعة أو استخداماتها استخدامات الإشعاع والطاق نووية في زراعة وفي الصناعة كمان وإن الحاجات دي منهاش أي تأثير على هذه المنتجات اللي بيتم تصناعها باستخدام هذه الطاقة لا تمام زي ما حضرتك تفضلت وقلت أستاذ محمد هي فعلا بل بالعكس هي ضرورة ضرورة وضرورة ملحة جدا أننا لازم نتاجه للاستخدامات السلمية دي للطاقة الزرية والنووية لازم نطبقها في كافة المجالات يعني الأسواق الصحية طبعا الكشف عن الأورام عمل دلالات للأورام الكشف عنها الأشعة الأدوية يعني في حاجات كتير جدا جدا يعني عظيم جدا طيب يعني من أهم أهداف المنتدى يا فندم بناء قاعدة بيانات للخبراء والخبرات في مجال العلوم التقنيات النووية والإشعاعات واستخداماتها في الوطن العربي إزاي ده يعني عكس بقى على المشاريع التنموية المستقبلية خلينا نكلم في دولة مصرية والله يا هو يعني حضرتك إحنا يعني بنحاول إن إحنا نعمل فعلا إحنا ما نعرفش بعض كتير يعني أنا ما عرفش كل اللي بيشتغلوا مثلا في ليبيا أو في الجزيرة أو في تونس أو في السعودية أو في الإمارات فإحنا فكرنا طبعا ودوة يعني بأصدقاء وزملاء في الدول العربية فقلنا حنعمل كيان هو كيان تطوعي ما فيش يعني كل واحد فين عايز يقدم العلم اللي تعلمه ويدرب الناس اللي بعديه فقلنا حنعمل دوات نعمل كيان اسمه سامنا المنتدى العلمي العربي العلماء ومحترف الإشعاع كل اللي فيه دوات بيشتغل في الطبيقات ومختصين في البحوث العلوم النومية والإشعاعية وطبيقاتها فدوات علشان طبعا نعمل رياضة في التعليم والتدريب والبحث العلمي طبعا لإحنا فيه عندنا خارجين بيتخرجوا كل سنة فمن مهامنا إن إحنا نعمل دورات تدريبية عشان نتضرب النشأ الجديد دوات قبل ما يدخلوا في مجال العمل إن إحنا نعرف المجتمع بإيه أهمية العلوم والتقنيات النوية نعمل ورش عمل دورات تدريبية كل شهر ممكن كمان بالتعاون مع الجامعات والهيات إن إحنا نعمل دبلومة مثلا للخارجين لمدة عام وتبقى طبعا يعني بدون مقابل نعمل اجتماعات الخبراء الموجودين في الدولة العربية المختلفة كل فترة مثلا بحيث إن إحنا نعرف إيه توصل وإيه الجديد في المجالات المعينة زي الطب هندسة هذا عظيم جدا نعمل مؤتمر علمي عربي كل سنة أو كل سنتين بحيث إن إحنا نقدر نتبادل الخبرات نتبادل المعلومات نعرف نفسينا لأن برضو عندنا علماء كتير جدا عرب موجودين سواء في الخارج أو موجودين في بلادهم لكن برضو مش معروفين بالدرجة الكافية هو ده وقت اللي كان الهدف أساسي وفي نفس الوقت إن إحنا نتبادل الخبراء يعني أنا عندي مشكلة في حاجة في حد تاني ممكن يحلها لي مثلا في السعودية فأستعين بي أو يستعين بي بحيث إن يبقى فيه تبادل نبعثين بعض أي مثلا شركة أو أي حاجة في القطاع الخاص محتاجين خبير في الحاجة دي ده جميل جدا يا فندم إن حضرتك بتقول إن فيه اتصال مباشر وفيه متابعة مستمرة لتطوير في هذا القطاع في العالم كله بشكل عام وإنه عملية التدريب وتطوير بتتم لشباب الباحثين باستمرار لأن إحنا من أوائل الدول في العالم العربي اللي دخلنا في هذا المجال بإنشاء مفاعل أنشاط سنة 58 عايزة أعرف من حضرتك أكتر عن الأبحاث اللي تمت مناشتها في هذا المنتد هو المنتد كان دون الافتتاح لكن إحنا إن شاء الله وممكن نطلع حضرتكم عليه أو على النشاط أول بأول فإحنا ما نقشناش فيه بحوث لكن إحنا يعني عملنا انطلاق لأعماله وبإذن الله الشهر نبدأ إن شاء الله من النهاردة بعد ما عملنا الانطلاق وكان بحضور رئيس هذه الطاقة الزرية المصرية رئيس الهيئة العربية للطاقة الزرية رئيس الهيئة للطاقة الزرية في السودان أخوة من الطاقة الزرية في الأردن أخوة من الطاقة الزرية في ليبيا رئيس جامعة الشرقة والحقيقة أن هم كلهم قابدوا دعمهم لأعمال المنتدى ونحن طبعا بنادعو من خلالكم أن كل الجماعات وهيئات الطاقة الضرية على مستوى العالم العربي أنها تتبنى أعمال المنتدى وأن يبقى فيه استفادة أظماء من النشاط الضود إن شاء الله وأننا برضو حبين قوي أننا التدريب ده مهم جدا النشر الطوعية ده مهم جدا إحنا عايزين الناس تعرف إيه اللي إحنا بنعمله وإيه اللي إحنا قبلنا ده يمكن دورنا يا دكتور ومهتمين إحنا كمان من خلال صباح الخير يا مصر إن إحنا نعرف أكتر عن الأبحاث اللي هيقوموا بيها أو اللي هيقدموها الشباب في الفترة اللي جاية موضوع مهم جدا جدا العالم كله مهتم بيه ومهم إن إحنا كدول عربية دلوقتي بنقوم بدور عشان نتقدم في هذا المجال كل شكر لك الدكتورة هداية الله سالم نائب رئيس المنتدى العلمي العربي العلماء الإشعاع والطاقة شكرا لحضرتك